يمكن الموسم عندنا هنا في مصر لسه في بداياته لكن في العالم كله الحقيقة يمكن قرى بيدخل على نص الموسم ومع تطور المستوى وتطور الأداء في دوريات كتيرة جداً اتحددت شكل المنافسة في أهم الدوريات الإيطالية شفنا صورات غضب في بعض الملاعب من مديرين فنيين شفنا إدارات بتاخد قرارات بأنها تغير مديرين فنيين في نص المشوار زي طبعاً أهمهم هو التغيير اللي حصل في البرسة باستبعاد كومن ووجود شابي هرنانديز اللي نقلنا لحضراتكم صوروا من داخل المدرجات كان بيتابع واحد من مطشاط برشتونة به وداخلين كمان على مركاته يبدو أنه هيبقى قوي جداً هنتابع مع حضراتكم آخر تطورات الكرة العالمية والدوريات الكبيرة واسمحوا لي في البداية أرحب بضيوفي في السادسة أستاذ فاروق عصام محل كرة العالمية أهلا بك فاروق أهلا بك أحمد وكل مشاهدين من قناة وحال كرة العالمية أيضاً أهلا بك أحمد وأبسوط جدل معك دائماً وبنورك دائماً نستهدف معكم النهاردة إن شاء الله بواجبة دسمة كده وهي كرة الأوروبية دائماً عموماً مع ودانا الحقيقة أنها حالة من حالات المتعة ودايماً فيها إصار الجدل وفيها نبدأ معكم ومع المشاهدين بأهم العنوين ونشوف كده استعراض لأهم عنوين ومنشتات الصحف الرئيسية هبتدي مع حضراتكم بمركة الإسبانية ومركة الحقيقة يمكن كلمت على اللاعب السويدي اللي لفت نظر بشدة الموسم ده أليكساندر آيزيك مهجم ريال سوسيداد واللي بيقود منتخب بلاده في مواجهة منتخب أسبانيا وكتبت آيزيك متصدر الدولي الأسباني خطر على منتخب أسبانيا وكمان اهتمت بتقديم برشولة للمدرب الجديد تشابي هرنانداز وكتبت تعاقد جالاكتيكوس بأيكم في قصة أحمد الأول تعليقاً على قصة صفحة جديدة في البرصة مع تشابي تشابي أنا موجة نظري أنه هو يعني البرشولة فيه مشكلة أنهما اللعبة فيها برضو مش إمكانات كبيرة بس تشابي هيعمل حالة ويعمل روح مختلفة تقريباً هيفك اللعبة بالضغوط اللي هي موجودة في برشولة بقالها فترة تقريباً في سنتين تشابي هيبقى تقريباً ليه عامل مؤثر جداً أنه هو يعتبر يعني مولود في برشولة فيه حالة هيعملها بطريقة تحس أنه هو هيدي الروح تاني لعبة برشولة بالرغم من إمكاناتهم عاوضة الروح طبع